هذه أبرز العنوين المنتخب المصري يشعل أزمة كبيرة قبل مباراته أمام بوتسونا في تصفية كأس يومم إفريقيا المغرب 2025 أول تعليق من النجمة المغربية الجديدة آدم أزنو بعد تقديمه مباراة قوية أطارت استحسان الجميع في مباراته مع المغرب ضد منتخبه لسوتو وليد الرقرقية يكشف عن شرط واحد من أجل عودة يحيى عطية الله لصفوف المنتخب المغربية صراع جديد بين البطل العالمي المغربي صوفيان البقاري والإتيوبي جيرما في هذا المعيد قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جيل الجرس باش وصلك دائما أخبار المغرب رفض الجهاز الفني للمنتخب المصري تأجيل المباراة أمام بوتسونا مقرر لها اليوم الثلاثاء في الجولة التالية بمنافسة المجموعة الثالثة بتصفيات القرية المؤهلة لبطولة كأس يمم إفريقيا المغرب ٢٠٥٥ قال المصدر باتحاد الكورا المصري رفض الكشف عن اسمه في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية إنهم تلقوا أخطار بتأجيل المباراة لمدة خمس ساعات لتقام في التاسع مساء بتوقيت القاهرة بدلا من الرابع عصرا أضاف أن الفريق بوتسونا تأخر في العودة لبلده بسبب الظروف الجوية من موريطانيا بعد خوض مواجهة الأخيرة بالجولة الأولى من التصفية أوضح أن الجهاز الفني للمنتخب المصري أبلغ الكونفيدرالي الإفريقي لكوز القدم الكهف برفضه للموعدة الجديدة نظر للإرتباط المحترفين بموعدة العودة لأنديتهم ولكن الكهف أكد أن هناك ظروف قاهرة هي السبب وراء الأمر آدم أزنو أدى النجم بايرميونخ الألماني لكرة القدم مباراته الأولى مع المنتخب الوطني المغربي في إطار تصفية كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 والتي كانت ضد منتخب لسوتو وقد أظهر آدم أزنو أداء مميزا أتار إعجاب واستحصان الجمهور الإعلامي المغربي والعالمي تألق آدم أزنو في المباراة التي أقيمت في المغرب حيث قدم عروضا رائعا وأتبت جدارته بإرتدائه قميس المنتخب الوطني وقدتنا المراقبون على سرعتها تقنياته العالية ودكائه في الملعب كما عكس تصرفاته خلال المباراة بالتزامه وحماسه لتمتيل بلدها بعد المباراة عبر آدم أزنو عن سعادته الكبيرة مشيرا إلا أن شرفه في اللعب لمنتخب بلاده المغرب وأعرب عن أماله في تقديم المزيد من العروضا قوية والمساهمة في تحقيق الأهداف الكبيرة للمنتخب الوطني المغربي في التصفية تعد هذه المباراة نقطة انطلاق قوية في مسيرة آدم أزنو الدولية حيث أظهر موهبته وأكد على أنه سيكون أحد الأسماء البارزة في مستقبل المنتخب المغربي مع الدعم والتشجيع الذي تلقى يبدو أن آدم أزنو في طريقه لتحقيق إنجاز كبير رفقة المنتخب الوطني المغربي وكان المنتخب الوطني المغربي قد فاز في آخر دقائق المباراة على منتخب لسوتو في منعبه جدير الكبير أمام الجماهير المغربية بعد دخول البودلاء ليقوم إبراهيم دياز بتشجيل هدف الفوز لصالح الأسود وبذلك يتصدر المنتخب المغربي مجموعاته بست نقاط رغم أنه متأهل بزفته مصدفة للبطولة أطلق الناخب الوطني وليد الرقرقي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب والقابون تصريحات متيرة للاهتمام حول إمكانية عودة الضهير الأيسر يحيى عضية الله في صفوف المنتخب الوطني المغربي أكد الرقرقي أن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين الموهوبين مشيرا بشكل خاص إلى أن يحيى عضية الله لديه انتقال مؤخر إلى ناديه الأهلي المصري أوضح وليد الرقرقي أن عودة يحيى عضية الله لصفوف المنتخب مرتبطة بآدائه مع ناديه الجديد حيث يجب أن يثبت قدراته على تقديم مستوى المميز الذي كان يقدمه رفقة المنتخب السابقة أشار الرقرقي إلى أن المنتخب الوطني يعاني من بعض المشاكل في المراكز الضهير الأيسر وأن عودة يحيى عضية الله قد تكون الحل الأمتل في حل عدم استقرار أداء اللاعبين الأساسيين في المركز وهما أشرف حكيمي ونصير مزربي تشير التصريحات إلى أن يحيى عضية الله بات مرشحا بقوة العودة للمنتخب الوطني المغربي خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب موعد مواجهة منتخب إفريقيا الوسطى في شهر أكتوبر المقبل يشارك صوفيال بقالي البطل العالمي والأولمبي في سباق مسافة 3000 متر موانع في نهائية العصبة الماسية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل يوم الثالث عشر والرابع عشر ستنبير الجهري أكدت الجهة المنظمة أن صوفيال بقالي سيكون حاضرا في السباق النهائي يوم الجمعة والسبت المقبلين إلى جانب البطل الإيتيوبي لميشا جيرما الذي لم يكمل نهائي 3000 متر موانع في أولمبيا دي باريس الأخيرة عقب سقوطه في إحدى الهواجز يعتبر البطل الإيتيوبي لميشيا جيرما ساحب الرغم القياسي العالمي في هذه المسابقة بسبع دقائق و72 ثانية و11 جزء من المئة الذي حققه في باريس يوم التاسع يونيوم من السنة الماضية وحل الإيتيوبي جيرما في المركز الثاني خلفا للبقالي في أولمبيا دي توكيو 2020 وتفوق عليه البقالي مجددا في بطولة العالم للألعاب القوى سنة 2022 بمدينة أوجي الأمريكية ثم في بطولة العالم الأخيرة في بودابيست اتفاز بالميدالية الفيضية وتغلب عليه للمرة الرابعة في المواعد الكبرى في أولمبيا دي باريس الأخيرة فاز البقالي في المركز الأول في أول ظهور له بعد أولمبيا دي باريس في محطة سيليسيا في بولندا برسم منافسات العصبة الماسية في الخامس والعشرون من غشة الماضية غاب البقالي عن محطة روما في ثلاثين من غشة كما غاب عن الخامسة من شتنبر الجاري عن محطة زيروخة في سويسرا وسيكون حاضرا في المحطة النهائية في بروكسين قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باشي وصلك دائما أخبار المغربة ترجمة نانسي قنقر